اشتركوا في القناة هذا هو الذي ضر الناس اليوم لا تكاد تجد أحد إلا ويقول وش قصرنا وش سيارتنا وش فرشنا وش أكلنا حتى الذين يقرؤون العلم ويدرسون العلم بعضهم إنما يدرس من أجل أن ينال رتبة أو مرتبة يتوصل بها إلى نعيم الدنيا ما كأن الإنسان خلق لأمر عظيم والدنيا ونعيمها إنما هو وسيلة فقط نسأل الله يجعلنا وإياكم نستعمله وسيلة قال الشيخ السامي من تيمير رحمه الله ينبغي للإنسان أن يستعمل المال كما يستعمل الحمار للركوب وكما يستعمل بيت الخلاء للغاية مش بل يعرفون المال يعرفون قدرة لا تجعل المال أكبر همك اركب المال فإن لم تركب المال ركبك المال وصار همك والدنيا ولهذا نقول إن الناس كل من فتحت عليهم الدنيا وصاروا ينظرون إليها فإنهم يخصرون من الآخرة بقدر ما ربه من الدنيا قال النبي عليه الصلاة والسلام والله ما الفقر أخشى عليك يعني ما أخف عليكم الفقر الدنيا ستفتح وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الذي أهلك الناس اليوم الذي أهلك الناس اليوم التنافس في الدنيا وكونهم كأن ما خلقوا لها لا أنها خلقت لهم فاشتغلوا بما خلق لهم عما خلقوا له وهذا من الانتكاسن صلى الله عليه وسلم